أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لحج القرعة لهذا العام ومن أبرزها جواز صفر وشهادة لقاح كورونا يأتي هذا بعد الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة العلنية كل عام وأنتم بخير أهالين الفائزين في حج القرعة لهذا العام المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج جواز صفر لا تقل مدة صلاحيتها عن سنة بدءا من تاريخ 11-5-2022 صورة من شهادة التطعيم للقاحات كوفيد-19 المعتمدة من وزارة الصحة البطاقة الصحية الخاصة بطلق التطعيمات المقررة من وزارة الصحة تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها وموضح به أنه معافى من كافة الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة صحيفة حالة جنائية مميكنة سلاس صور شخصية حديثة شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تقرر فتح باب سداد تكاليف الحج اعتبارا من يوم الأحد 5-6-2022 حتى يوم الخميس الموافق 9-6-2022 يتم سداد الرسوم بكافة فروع البنوك الوطنية بكافة المحافظات البنك الأهل المصري، بنك القاهرة، بنك مصر، ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية قيمة تكاليف حج القرعة 94-490 جنيه شاملة تذكرة الطيران يعتبر عدم سداد التكاليف المشهر إليها في الموعد المحدد بمسابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج